السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء معكم الأستاذ المهندس محمد نور بالمادة تلفزياء orta öğretim fizik ders kitabı 11 وصنع بهالكتاب عصفحة 115 وصنع التمرين چه اشادكي problemleri چزونز السلام عليكم وبركاته الق أوجد له نسبة السرعة الأولى على السرعة الثانية إذا كانت عندي السرعة الثانية هي سرعة استضامه وقت اللي بيستضم يعني بالأرض أما السرعة V1 فهي عند النقطة A اللي بتبعد عن فوق 4H وعيطيني من فوق لتحت 9H وكمان قال لي أنه هو ترك بشكل حر وهي أول شيء وتاني شيء قال لي أنه ما عندي مقاومة للهواء طيب معناتها بحسب V1 و V2 وبعطيه النسبة V1 بقدر بحسبها من القانون V مربع يساوي V0 مربع زائد 2 GBH طبعا هون قال لي أنه تركها بشكل حر ساربست براكلان يعني ترك بشكل حر معناتها ما عندي V0 هي بيبع عندي من القانون 2G GBH طيب الH كمان يعطينيها هو 4H فبعود بدل الH 4H بصير عندي 2 مضروبة بG مضروبة ب4H إيش بتصير عندي تساوي طبعا وقت اللي ما بيعطيني أرقام حاولوا تتركوا رموز فقط الأرقام اللي بتطلع معكن فقط هي البضل هون مثلا G ما أعطاني إنه الجاذبية تساوي 10 فبعيفها G متل ما هي طيب بصير عندي 2 ب4 فبصير عندي 8 GBH طيب طيب هاي V مربع أنا بدي V معناته بجزر عند العب بجزر هون بدي أجزر كل شي موجود هون جزر H مضروب بجزر الجي هيني بقدر بكتهم بهالشكل هاد جزر الثمانة هي 2 جزر الثنين طيب كماني نفس الطريقة وبنفس القانون بعود لأطالع V2 عند هالنقطة هاي كماني نفس الشي عندي سرعة بداية ما فيه لأنه ترك بشكل حر وعندي الارتفاع هي الأربعة والخمسة فبصير 9H فبصير عندي 2BJ بتسعة H 2 ضرب 918 فبصير عندي 18HJ طيب كماني بجزر لأنه هون عندي للتربيع طيب إذا كانت عندي هون للتربيع جزرت بصير عندي تحت الجزر H مضروب بجي وجزر الثمنتعش جزر الثمنتعش هي ثلاثة جزر الثنين طيب بحطن فوق بعضن هو مو اي اللي بدون نسبتن على بعضن جزر اله بجي على جزر اله بجي بتطيرو مع بعضن طيب كمان جزر الثنين من هون مع جزر الثنين من هون تطلع معي النسبة تساوي 2 على ثلاثة وهي المطلوبة هلا بسوالتاني اي اللي 10 مبولسي هزلا قديرن اعراج دا بعد اي كمان saw 2 مبولسي كري اي سوال بيزلان محظم ثم وقفت بمضاعات الأعلى كمضاعات الأعلى خلال الصفقة عرشة الأعلى ببعضت في المحاولة سيارة A يحيط بسرعة 10 متر على سانية بلشت تسارع بثنين متر على ثانية مربع بنفس الوقت هاي السيارة ب كانت واقفة بلشت بالحركة بتسارع ثلاثة متر على ثانية مربع اللي جمان هون بعد بثمين ثواني رح يلتقوا هالسيارتين مع بعضون على هالأساس بده أحسب له سرعة كل من السيارات وقت التلاقي وكمان بده أحسب له أول ما بلشت حركتها لها السيارة يعني أول ما بلشت هاي السيارة بتسارع اثنين متر على ثانية مربع وهي بلشت بالحركة شقد كانت المسافة بيناتهم طيب الطلب الأول بده السرع بلحظة اللي بلتقوا مع بعضون هو اللي لحظة بلتقوا مع بعضون بعد بثمين ثواني فبعود بقانون V تساوي V صفر زائد A بتا يعني التسارع بالزمن طيب أول سيارة سيارة A عندي سرعة بدائية لألا كانت ماشية بسرعة عشر متر على ثانية بلشت بتسارع اثنين متر على ثانية مربع معناتها فيه إلى سرعة أولية قيمة عشرة فبصير عندي عشرة زائد اثنين تسارع متل ما أنا بلشت بتسارع اثنين مضروب بمين بالزمن اللي هو ثمين ثواني بتطلع معي سرعة ستة وعشرين متر على ثانية طيب السيارة الثانية بلشت متل ما اللي من السكون كانت واقفة بلشت بالحركة معناتها سرعة أولية ما إلا عندي فبصير عندي صفر زائد بلشت بتسارع ثلاثة متر على ثانية مربع معناتها ثلاثة مضروب بثمين ثواني تطلع أربعة وعشرين متر على ثانية طيب الطلب الثاني اللي بده قيمة الإكس أول ما بلشوا الحركة فبعوض بالقانون دلتا إكس تساوي V صفر مضروب بتي زائد نص A بتي مربع أول شي رح أخذ دلتا إكس للأ لأنه عندي هاي السيارة مشت قدر معين وهي السيارة مشت قدر معين بعدين يلتقوا طيب معناتها إش قد مشت هي وهاي هو بساوي المسافة بيناتهم أول شي أخذ دلتا إكس للسيارة A فبصير عندي إلى هاي آآ سرعة أولية اللي هي عشرة مضروبة بثمين ثواني زائد نص بثنين بثمينة مربع فبصير عندي هون عشرة بثمينة ثمانين زائد هون بختصر اتنين مع اتنين تبقى معي فقط الثمينة مربع تساوي أربعة وستين يعني بعد بمية واربعة واربعين متر هاي السيارة رح تمشي مية واربعة واربعين متر تكون ملتقت بالسيارة التانية طيب لاحسب المسافة من الطرف التاني فبصير عندي دلتا اكس للسيارة ب تساوي السرعة الاولية بتي زائد نص آ بتي مربع السرعة الاولية ما في عندي اياها صفر زائد تسارع هاي تلاتة نص بتلاتة بثمينة مربع فبتطلع معي اتنين وتلاتين مضروبة بتلاتة اللي هي هون 64 مقسمة على 2 تطلع 32 مضروبة بتلاتة بتطلع 96 متر طيب هاي مشت من هون لهون 144 متر هاي مشت تتتنعوا 70 متر للتقوا مع بعضهم معناة مجموع هالمسافتين اللي منشوهون للتقوا مع بعضهم يساوي 240 واللي هو جمع هالمسافتين واللي هي تساوي الاكس المطلوبة حالا بالمسألة البعضة أيلي دورشتان حركتة جيشان جسم اكي آ إفمسي إلا تسوري هزلاندكتان سورا آ إفمسي إلا يavaşليب تبير anında دوريور بنا غري تواحد كاتشتدر يعني عبي يقول لي عندي جسم من السكون بلش الحركة بتسارع 2A بلش التسارع يعني صار يتسارع بمقدار 2A بعد ما تسارع بمقدار 2A رجع صار يتباطئ بمقدار A لوصل للزمن تي واحد وقف هالجسم عن الحركة بده أوجد له شد تساوي التي واحد بدلالة التي طيب عندي جسم تسارع بـ 2A فترة من الزمن بعدين ينصار يتباطئ فترة من الزمن ولكن بتسارع يساوي نصف التسارع اللي تسارع فيه طيب وعندي كمان بلش من الصفر تسارع 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 وكمان رجع للصفر طيب هون التسارع كان دبل هون قد نصه معناتا اذا هون استغرق عندي تي لازم هون يستغرق 2 تي ليوصل للتوقف معناتا هون عندي بلش تسارع 2 تي طول تي اذا هو عبتباطئ بنصف قيمة التسارع معناتا بده دبل هالمدة هاي ليرجع لحالة السكون معناتا بتطلع معي 2 تي طيب اذا كانت هاي من هون لهون تساوي 2 تي هاي تساوي من هون لهون تي متل ما يكون شايفين هون طلعت معي تساوي 2 تي طيب بالطلب الثاني بالطلب بي عبي قللي هزلان ما سورسنجة يابطغ ياردي اشترمنن يواش لما سورسنجة يابطغ ياردي اشترمنن اورانن بلنوس يعني بده اوجد له نسبة تغير الدلتا اكس على تغير الدلتا اكس اول وحدة رح تكون وهو عبي تسارع والتانية وهو عبي تباطئ طيب نحن اذا رسمنا مخطط السرعة مع الزمن الزمن عندي عند اول تسارع تي عند تاني مرة رح يكون 3 تي طيب هون ارتفع السرعة كيف منقدر منطالعة طبعا السرعة اش بتساوي تساوي V0 زائد A بT طيب V0 عندي صفر لانه هو اللي بلجت الحركة من السكون ورجعت للسكون بابا عندي A بT معناته اول خطوة كان عندي التسارع 2A بعود بدالها 2A فبتطلع عندي السرعة 2A بT طيب هاي طالعت السرعة هون وهاد رسمت المخطط تسارعت بعدين اتباطئت بهالشكل هاد طيب نحن اتعلمنا قبل انه دلتا دلتا اكس تساوي مساحة الموجودة هون يعني فترة التسارع المساحة الموجودة هون هي دلتا اكس واحد وفترة اتباطئ كمان المساحة الموجودة هون هي دلتا اكس اتنين طيب احط دلتا اكس واحد على دلتا اكس اتنين وتساوي مساحة المسلس هاد هون يمثل دلتا اكس واحد على مساحة المسلس اللي هون يمثل دلتا اكس اتنين طيب معناته بصير عندي هذا المسلس شو يساوي مساحته مساحته نصف جداء القائمتين طيب معناته نصف هذا طوله من هون لهون تي وهذا طوله من هون لهون اتنين اا تي فبصير عندي تي مضروبة باتنين اا تي على اتنين اما بالنسبة لهذا اللي هو دلتا اكس اتنين فترة التباطق بتصير عندي من هون لهون اتنين تي فبصير عندي اتنين تي مضروبة باتنين اا تي على اتنين معناته بختصر هون اتنين اا تي عندي وهون اتنين اا تي وهون اتنين بالمقام وهون اتنين بالمقام هون تاب البسط وهون اتنين تاب يبقى عندي اتنين تحت فبتطلع النسبة المطلوبة تساوي واحد على اتنين بالسؤال الرابع سيارة البوليس ديار اراج كاتش ثانية صورة يكلار يعني عبقلي في عندي سيارة البوليس واقفة هون وعدت سيارة من جنبها بسرعة سابتة السرعة السابتة تساوي عشرين متر على ثانية طيب بعد ما اطعتها لهالسيارة هاي اطعت سيارة الشرطة بثنين وثلاثين متر شغلت سيارة الشرطة وبلشت تسارع سابت بمقدار ستة متر على ثانية مربع عبقلي بعد كم ثانية رح توصل للسيارة هاي معناها اول شي بفكر فيه اني الاقي زمن مشترك ما بين السيارتين طيب زمن مشترك ما بين السيارتين هو طالب لانه بعد بكم ثانية رح توقط سيارة الشرطة السيارة اللي كانت ماشي بسرعة سابتة وتساوي عشرين ومثل ما لاحظنا بنص المعطيات ما اعطيني غير علاقة وحدة ما بين السيارتين اللي هي دلتا اكس المسافة بيناتهم صارت اتنين وثلاثين وقت اللي بلشت سيارة الشرطة بالحركة طيب بحاول اطالع دلتا اكس لسيارة الشرطة ودلتا اكس للسيارة التانية واساويهم في بعضهم مع اضافة التنين وثلاثين متر الفرق اللي ساير بيناتهم فبتطلع معي التة المطلوبة طيب دلتا اكس متل ما تعلمنا تساوي في الصفر مضروبة بتة زائد نصف او بتة مربع طيب سيارة البوليس ما عندها في الصفر لانه قال لي كانت واقفة وبلشت في الحركة فبصير عندي صفر زائد نصف بلشت بتسارع ستة فبضرب بستة تسارع بعضه ستة بالزمان تيم وربع اللي ما بعرفه طيب وتساوي اش قد معناتها بصير عندي هون اختصار اتنين مع ستة بيطلع تلاتة فبتطلع معي تلاتة تيم وربع طيب هاي تلاتة تيم وربع اش تساوي تساوي طبعا الدلتا اكس الدلتا اكس مين تساوي اكس السون على اكس الالك يعني اكس النهائية ناقص اكس البدائية طيب خلونا نعتبر محور الاحداثيات هو هون معناتها الاكس البدائية بخليها تساوي الصفر فبصير عندي الاكس النهائية تساوي تلاتة تيم وربع طيب اروح على السيارة التانية بطلالة دلتا ايكس طيب السيارة التانية قلي بنص المسألة انه السيارة التانية ماشية بسرعة سابتة طيب اذا بسرعة سابتة معناتها التسارع عندي يساوي الصفر معناتها هذا النص من القانون رح يطير لانه هاي التسارع يساوي صفر فهذا راح إيش بقي عندي؟ بقي عندي النص الأول من القانون اللي هو السرعة بتي سرعة عشرين مضروبة بالزمان تي طيب كمان الدلتا إكس هون إيش تساوي عندي؟ إكس النهائية ناقص إكس البدائية طيب أنا إكس البدائية أخذت المركز عندي إياه هون يساوي الصفر طيب معناتها هاي السيارة اجتازت هالإكس هاد بمقدار شقات 32 يعني إذا بدأ أحكي من بحورة من هون تمثلي ناقص 32 طيب بعوضة هون معناتها إكس ناقص إكس البدائية اللي هي 32 متر تساوي شقات تساوي عشرين تي معناتها بنقول الإكس البدائية للطرف الثاني بتصير إشارة موجبة بتصير زائد 32 طيب هون عندي إكس بدائية وهون عندي إكس بدائية وأنا أخذتهم بالنسبة لبعضهم معناتها بقدر بقول هذا المقدار يساوي هذا المقدار طيب ساويت هذا المقدار بهذا المقدار طلعت معي معادلة بمجهول واحد اللي هو تي اللي هو المطلوب طيب صارت عندي المعادلة الثلاثة تي مربع تساوي شقات تساوي عشرين تي زائد 32 بنقول العشرين تي للطرف الثاني بتصير إشارة سالبة كمان بنقول الثلاثة للطرف الثاني بتصير إشارة سالبة فبصير عندي المعادلة من هالشكل طيب معادلة بمجهول درجة تانية كنا نحلها بهالطريقة نجزق الطرف اللي إله تربيع لواحد هو أمثاله ولواحد هو بزاته يعني بتصير عندي كنا ناخد ثلاثة إكس مربع نحط ثلاثة إكس وتحت إكس بحيث إذا ضربتم ببعضهم يطلع معي هذا المقدار طيب وبالطرف الثاني كنا نلاقي رقمين ضربهم ببعضهم يساوي السابت تبع المعادلة يعني ضربهم وبعضهم لازم يساوي لي لتناقص 32 طيب إشو العددين اللي ضربهم ببعضهم يساوي 32 طبعا هنن الـ 8 والأربعة طيب ناقص معناته وحدة منه لازم تكون سالبة وحدة منه لازم تكون موجبة بجرب بحط هاي موجبة والـ 8 بحط لها سالب بجرب إذا كانت فرضيتي صحيحة كيف كنا نجرب نعمل تصالب بهالشكل يعني نقول 3T مضروبة بهالرقم زائد هالرقم لازم تساوي الرقم الموجود عندي هون في نص المعادلة طيب صير عندي 3T مضروبة بنائص 8 فبتطلع نائص 24T طيب كمان زائد بقول T مضروبة بزائد 4 فبتصير زائد 4 ونائص 24 فبتصير نائص 20 هالنائص 20T موجودة عندي هون معناته فرضيتي صحيحة معناته باخد بهالشكل هاد 3T نائص 4 مضروبة بT نائص 8 تساوي الصفر معناته إما T تساوي 8 أو T تساوي نائص 3 على 4 طبعا من هون فرضت هاي تساوي الصفر إما هاي تساوي الصفر أو هاي تساوي الصفر طبعا نائص مرفوض لأنه ما في عندي شيء اسمه زمن سالف فمعناته الت تساوي عندي 8 وهو المطلوب هلا السؤال بعده السؤال الخامس عبقل لي هز زمن غرافي فيريلان جسمن صفر ترا تي زمن ارلاندكي افمسق ابير يارديش ترمس اكسبير يعني هون عبقل لي أنه عاطيني مخطط السرعة مع الزمن وقاي اللي بالمجال المحصور ما بين الصفر والت عندي الافمسق يعني التسارع اواحد وكماني تغير المسافة ايلي انه هو يعبر عنه باكس واحد طيب كماني عاطيني ازا عندي من الت للتلاتة تي ايلي كماني التسارع هو اتنين والتغير بالمسافة هو اكس اتنين كماني عاطيني انه من التلاتة تي للخمسة تي كماني التسارع هو ا تلاتة والتغير بالمسافة هو اكس اتلاتة بدو اوجد له اولدو نقوري ايف ميلارينة يعني التسارعات يعني بدو ارتب له من الكبير للصغير اول شي التسارعات تاني شي التغير في المسافة طيب اللي احنا تعلمنا من هالشكل هاد بنقدر نستنتج كل شي طيب اول شي بدو اشو التسارعات التسارعات اللي احنا تعلمنا الزاوية المحصورة هون ميله هو يساوي مين يساوي التسارع يعني اذا كان عندي مخطط السرعة مع الزمن الميل هذا المستقيم ميله هو يساوي مين يساوي التسارع طيب لاحظوا هو بدو فقط مقارنة ما بين هاد وهاد وهاد طيب لاحظوا انه هاد هاد طبعا ميله صفر لانيتو مستقيم بهالشكل ميله هو هاد يساوي الصفر فهاد حسرع رح يكون اصغر شي فبحطوه هو اصغر شي هون هاد مين هو الـ A2 هاد رح يكون اصغر الشي طيب بقي عندي اقارن ما بين هاد وما بين هاد اذا انا مددت خط من هون هيك بشكل ساوي بتلاحظوا بالعين المجردة ممكن نشوف انه هاد ميله اصغر من هاد هاد ميله اكبر طيب ما بدنا نعتمد على العين المجردة او على هالمخطط من النظر بدنا نطالعوا طيب الميل هون ايش يساوي الميل يساوي المقابل على المجاور طيب المجاور عندي مين هون عندي المجاور يساوي T المقابل مين المقابل 2V بينما هاد المقابل اللي قاله مين هو فقط من هون يعني 3V ناقص 2V المقابل لقاله مين V وحدة فقط المجاور مين لقاله المجاور من 3 للخمسة يعني 2T طيب لحنا مو منعرف هذا الرقم بالبسط كل ما كبر تكبر قيمة هالكسر هاد بينما بالعكس تماما بالنسبة للمقام كل ما كبر المقام تصغر قيمة الكسر فمعناتها من هالشكل هاد منكتشف انه هاد اكبر من هاد فبصير عندي اكبر شيء هو ال-A 1 بيلحقوا بعده ال-A 3 بعدين بيجي مين اصغر شيء بيكون ال-A 2 طيب بالنسبة لتغير المسافة كنا نعبر عن تغير المسافة بانه هي المساحة اللي واقعة تحت خط السرعة طيب عندي خط السرعة هون معناتها هاي مسافة واحد منهم وهون كمان عندي هاي مسافة التاني وهون من هون لهون عندي مسافة التالت طيب بالنظر نبين هذا اكبر شيء بيلحقوا هاد بيلحقوا هاد اصغر شيء طيب ما مننا نطلع عن نظر بنفس الطريقة منقدر نقول نصف جداء القائمتين طيب هون اول شيء معناتها عندي اتنين في مضروبة بتا ومقسم على اتنين شو بيطلع معي اتنين بتروح مع اتنين فبيطلع معي تا بي في هاي مين هاي هاي الاكس واحد طيب الاكس اتنين مساحة مستطيل مساحة مستطيل طول بعرض فبصير عندي من هون لهون في عندي تنتين ت فبصير عندي تنين ت مضروبة بتنين في فبصير عندي اربعة في بت هاي مين هاي اكس اتنين طيب اكس اتلاتة عندي رباعي معناتها طول القاعدة الكبيرة زائد طول القاعدة الصغيرة على اتنين مضروبة بمين بطول الارتفاع اللي هو يمثلي من هون لهون طيب هاي من هون لهون 3V وهي من هون لهون 2V صار عندي 5V 5V على 2 مضروبة بش قد مضروبة ب2 طول هذا الضلع فصار عندي 5 على 2 بV مضروبة بش قد ب2T مثل ما طيب هاي ال2 مع هال2 بتروح فبصير عندي 5V بT معناتها اصغر وحدة هاي بتلحقها هاي بتلحقها هاي مثل ما حكينا معناتها اصغر الشي رح يكون عفوا هون X1 لازم لانه تغير المسافة اصغر الشي X1 بتلحقها X2 تلحقها كمان X3 هي بتكون اكبر شي طيب لهون بنتهي درسنا لليوم شكرا لحسن اصغائكم نلتقي بالدروس القادمة ان شاء الله موسيقى